تتواصل في مدينة اوديسا جنوب اوكرانيا المناورات العسكرية نسيم البحر 2017 بمشاركة 16 بلدا بما فيها اوكرانيا والولايات المتحدة بصفتهما الجهتين الرئيسيتين في هذه المناورات بدأت القوات المشاركة في هذه التدريبات والتي يزيد عددها عن 3000 عسكري بدأت تنفيذ العديد من المهام العسكرية البحرية هذا وكانت قد وصلت الى الاراضي الاوكرانية طائرتان نقل عسكري تابعتان لحلف الناتو على متنهما عسكريون واجهزة خاصة اضافة الى سفينتين وغواصة من الاسطول التركي وحسب بيان لقيادة البحرية الاوكرانية ستجري المناورات هذا العام بصيغة جديدة معروفة باسم اللعبة الحرة تحت قيادة هيئة اركان يتم انشاؤها وفق معايير حلف الناتو الهدف من التدريبات القتالية والمهام هو التخطيط العملي وتنفيذ العمليات وفقا لمعايير الناتو والتي يتخللها تمارين مواجهة بين الزوارق الحربية والسفن والدفاع الجوي ضد الطائرات وكذلك اطلاق صراح الرهائن في السفن وبالاضافة الى ذلك هناك عمليات انتشار لمشاة البحرية وعمليات البحث والانقاذ وازالة الالغان اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر